من دقائق نجدة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بدرورة التدخل لنسيجة تلقيها تهديد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى أقول لحضراتكم أن المستشفى فيها 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين بيحتموا بهذه المستشفى باعتبارها مكان آمن وكمان جوا فيه الأطقم الطبية اللي زي ما حضراتكم تبعت وشفتوا كم المعاناة اللي هم بيشوفوها علشان يقدروا يصعفوا أهلينا في غز طلبة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة زي اللي شفناها فيه مستشفى الأهلي المعمداني الحقيقة أنه المجازر سلوك أساسي في النهج الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يعني على مر التاريخ دير ياسين، صبر وشتيلة، قانا ومستشفى المعمدان طبق هذه المجازر شاهد حي على إرهاب الاحتلال السؤال هل إسرائيل فوق القانون الدولي؟ والغريب أنه من دير ياسين لحد الأهل المعمداني مفيش حساب